للمزيد من التفاصيل والتحليل تنضم إلينا دكتورة تمارا حداد أكاديمية وباحثة فلسطينية تنضم إلينا هاتفيا من رمالة دكتورة تمارا بعد التحية يعني كيف تفسرون هذا الموقف الغربي إزاء قاطع تمويل وكالة الأنروا برأيكم لماذا اتخذوا هذا القرار وفي هذا التوقيت بداية أسعد الله ومساءكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة طبعا جاء بتوقيت متعمد من قبل الكيان الإسرائيلي أولا عملية قطع التمويل بالتحديد للأنروا لها علاقة دلالة سياسية وهي تصفية قضية اللاجئين يعني هذه عملية القطع لم تأتي في أول مرة في حياة واقع الأنروا كانت هذا القطع في أكثر من نقطة وعملية تصفية قضية اللاجئين تأتي في هذا الصياق من خلال قطع المساعدات وقطع التمويل لوكالة اللاجئين أو غافة اللاجئين الأنروا لها علاقة بتصفية القضية وتحويل كل الأمال التي كانت تقدم إلى الأنروا تحويلها إلى دائرة تسمى دائرة الهجرة الدولية لماذا تم تحويلها إلى هذه الدائرة لهم علاقة في ترسيخ واقع بما يتعلق أن ما زال التهجير قائما في قطاع غزة من يشير أنه ليس قائما هو خاطئ بالعكس أن عملية فكرة التهجير سواء كان الطوعية أو الضمنية ما زالت قائمة حتى هذه اللحظة عملية أن يكون هناك قطع المساعدات الإنسانية بالتحديد أن العادة الكبير من الأسر الفلسطينية هم يعتاشون من قبل الأنروا يتم إعطاء المساعدات الإنسانية يتم إعطاء الأموال لبعض الأسر الفقيرة أيضا هناك بعض الموظفين طبعا هم يتبعون ويعملون داخل صياق الأمم المتحدة أدى الآن إلى زيادة واقع نتيجة قطع التمويل أدى هذا الأمر أن يكون هناك تخفيف وتقليص وطأة المساعدات الإنسانية أو قطعها بشكل مجمل إذا لم يكن هناك أي تقديم الأموال للأنروا وهذا يعني قطع المساعدات قطعتها إعطاء التمويل للموظفين إعطاء الرواتب ومقطعها أيضا إعطاء من الليل تم له في سياق الواقع المعيشي الواقع الصحي الواقع الغدائي هذا إشار أن سياسة التجويع هي تتم تنجاحها وبشكل دقيق وبشكل ممنهج ليس هذا فحص فبالتالي يستخدمون سياسة خطة التجويع ضمن صياق حتى يتم ترسيخ واقع للمواطن الفلسطيني فكرة التهجير دكرة مارا أولا كيف هل تتوقعون تحركا أمميا من دول بعينها في الفترة المقبلة تدهى هذا القرار تحديدا أعتقد سوف يكون هناك تحركا لأكثر من جبهة وبالتحديد أن هذه الوكالة التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين فيما يتعلق المساعدات الإنسانية التي جاءت في الوقت الحساس والوقت الصعب جدا على المواطنين الفلسطينيين واقع إنساني صعب وبالتحديد أن الأمين العام كوتريش يعني أيضا تعتبر هذه الضربة هي إحراج الأمين العام أنطوني كوتريش وبالتحديد كان يقف إلى صف القضية الفلسطينية وشاهد المظالم الإنسانية التي حدثت في قطاع غزة وكان دائما يشجع على واقع يجب دعم المساعدات الإنسانية لكن عندما تم وضح هذه الذريعة وهذه الأكاثيب أن هناك بعض الموظفين من الأمم المتحدة لهم علاقة في عملية طوفان الأقصى أو يتبعون حركة حماس هذا إشارة إحراجه وإحراج الدول التي تدعم الأونروا وأيضا هم يريدون تسجيع الدول الآخرين بتقليص المادة التمويلية وأيضا تقليص كل الواقع المساعدات التي تقدم إلى وكالة الأونروا أعتقد على الدول التي نازالت معنية بتقديم هذا الدعم أن تنظر أن الهدف الأساسي من هذه العملية التي حدثت في سياق إخراج هذه التسريبات لها علاقة بتصفية قضية اللاجئين ولها علاقة بعملية تهجير المواطن الفلسطيني من قطاع غزة بعد إنهاء مقومات الحياة التي أصبحت غير صالحة فعندما يتم قطع رواتب الموظفين بعدم إدخال المساعدات الإنسانية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة إلى قطع رواتب للموظفين السلطة لأن كونها أسمى ترتش وزير المالية الإسرائيلي أيضا لم يتم تقديم المقاصة في الواقع الفلسطيني إلا بأن يكون هناك مشرط بعدم إعطاء المقاصة التي مخصصة لقطاع غزة هذا يعني لا يوجد هناك رواتب للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة لا يوجد هناك رواتب فيما يتعلق الأمر لا يوجد هناك مساعدة تدخل من قبل الوكالة الأمم المتحدة أو وكالة اللاجئين الفلسطينيين هذا إشارة أن 98% أن واقع المجاعة بالإستعال سوف تحقق على أرض الواقع وهذا سوف يتم تحقيقه هدفهم الأساسي سياسة ومنهجة لابد من أن يكون للدول جات الصفة الإنسانية وللدول العربية أيضا تحديدا موقف قوي تجاهها أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة تمارة حداد أكاديمية وباحثة فلسطينية كنت معنا على الهاتف من رمالة